ماذا عن النادي الأهلي نفسه الذي انضم إليه بدر بنون؟ تعالوا نشوف الصحفي إبراهيم الزوين في إذاعة MFM الحديث على فريق الأهلي المصري هو بكل صراحة يجررنا للحديث عن واحد من صلوح كرة القدم على الصعيد القاري يكفي فخراً نادي أنه نادي القرن عن جدر واستحقاق يعني النادي بكل صراحة هو نموذج يحتدى به ويقتدى به بالنسبة لكل الأندية خصوصاً قرياً وحتى عربياً هيكلة على جميع المستويات يعني من مكر صدف أن الفريق لعب مباراة نسبة نائي كأس العالم الأندية مع فريق بير منخ وأنا أرى أن أوجه تشابه كثيراً ما بين الناديين خصوصاً فيما يخص الهيكلة الإدارية والرياضية كذلك حتى لون القميس اللي هو اللون الأحمر واللون الرئيسي والأصلي للفريقين معاً ويمكن أعتبر أن الأهل المصري هو بير القارة الإفريقية يعني لا أتحدث عن تاريخ ولا عن تأسيس ولا عن عمر النادي ولكن أتحدث عن إنجازات النادي أتحدث كذلك عن ما يحققه ليس فقط على الصعيد العربي والقارة ولكن حتى على الصعيد العالمي ليس من السهل أن تحصد ميداليان وحاسي للمرة الثانية في بطولة كبيرة من حجم نهائية كأس العالم للأنديا أعتبر أن النادي الأهلي هو بمثابة منارة منارة بالنسبة للقارة الإفريقية ولمجموعة من الأندية يجب أن تحتدي به وأن تسير في نفس طريق وأن تأخذ منه نموذج للاشتغال والعمل ولتحقيق النتائج ليس فقط نتائج على المستوى الرياضي ولكن حتى على المستوى الأرباح مستوى التسويق كذلك تعاطي مع كل الملفات المتعلقة بالبنيات التحتية داخل النادي كذلك الاستشهار أعتبره واحد من النوادي الكبيرة وإفريقيا يجب أن تفتخر كثيرا بنادي الأهلي المصري الحقيقة شوفوا بقى التقدير الكبير من الأشقاء المحترمين في المغرب للنادي الأهلي وقمته وإزاي إبراهيم الزوين بيقولك ده كنادي القرن في أفريقيا هو بمثابة بايرن ميونخ القرى الأفريقية ونموذج يحتز به في كل الأصعاد الرياضية والإنشائية والاجتماعية وتاريخ الآلي كمنارة للرياضة والكرة في أفريقيا ده رأي الزميل إبراهيم الزوين في راديو MFM المغربي لكن في النهاية بنشكر الزميل العزيز عزيز عبد العظيم الشخصية المصرية المغربية الجميلة اللي قام بهذا المجهود واللي دخلكو بيت أسد الأطلسي بدر بنون وأعتقد قدم لكم رؤية من داخل بدر بنون وأسرته كافية جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل